أهلا بكم مشاهدين مستمرون معكم في هذه التغطية الحية والمباشرة والمتابعة على شاشة القاهرة الإخبارية نتناول خلالها آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية كشف مصدر أمريكي مسؤول موقع أكسيس الإخباري عن اجتماع عقدة في العاصمة الفرنسية باريس نقش إمكانية استئناف مفاوضات المحتجزين وقد أوضح المصدر أنها تم إحراز تقدم في المحادثات التي أجرها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع رئيس المساد الإسرائيلي ورئيس وزراء قطر وأن إمكانية تجديد المفاوضات مطروحة ولكن لم يتم تحديد جولة محادثات جديدة على أي مستوى فيما أكد الموقع الإخباري أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فجأت بإعلان إسرائيل عن استئناف المفاوضات هذا وقد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جميع قيادات الأمنية في تل أبيب تؤيد عقد صفقة لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين وأوضحت أن التوجه نحو إتمام الصفقة يؤيده أيضا عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس ويعتبرها ضرورية في الوقت الراهن تلقت السلطات الإسرائيلية ثلاث لكمات سياسية وديبلوماسية وقانونية خلال أسبوع واحد وذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية الدمية على قطاع غزة وقد توقع الخبراء تعرض تل أبيب إلى مزيد من العزل السياسية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار العمليات العسكرية في حق المدنيين العزل إسرائيل التي دابت على تجاهل القوانين والأعراف الدولية في عدوانها على الشعب الفلسطيني وخاصة الحرب الحالية على غزة تلقت خلال أسبوع واحد ثلاثة ضربات قوية مثلت لكمات سياسية ودبلوماسية وقانونية للاحتلال ففي يوم الاثنين الماضي طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كاريم خان إصدار مذكرتي توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمين نيتنياهو ووزير دفاعه وافجالانت بتهم ارتكاب قرائم تشمل التجويع والقتل العمد والإبادة في غزة ولم يمر الأسبوع الذي وصف بأسبوع أسود على تل أبيب حتى أعلنت أيرلندا والنرويجا وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطين في لطمة نوعية على وجه الاحتلال رغم التهديد والوعيد من أعضاء حكومة نيتنياهو ثالث الضربات الدولية لإسرائيل جاءت من محكمة العدل الدولية التي طالبت بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وأي أعمال عسكرية في رفح الفلسطينية والسماح بإنفاذ المساعدات في إدانة قانونية صريحة للعدوان وممارساته خطوات وإن كانت لا تشكل تغيرا فعليا على الأرض غير أنها تنذر تل أبيب بمزيد من العزلة الدولية في ظل تراجع متسارع للدعم الغربي مع تزيد التوجهات بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وللمزيد من المتابعة المستمرة في هذه التغطية المباشرة لما يجري في قطاع غزة في اليوم المائتين واثنين وثلاثين من العدوان الإسرائيلي على غزة ينضم إلينا من القاهرة الكاتب الصحفي علي السيد مرحبا بك أستاذ علي كيف ترى إذا نتائج اجتماع الرئيس الفرنسي مع وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن وهل يمكن توقع المزيد من الأدوار الأوروبية الدعمة للحق الفلسطيني في هذه الفترة؟ تحياتي لحضرتك ولمتابعيك الكرام الموقف الفرنسي موقف تطور كثيرا عن بداياته الحقيقة لأنه في البداية كان هناك تشدد فرنسي يتسم بالحدة وهو موقف الحقيقة يتماشى مع الموقف التاريخي لفرنسا من دعم إسرائيل لدعمه مطلق في كل النواحي لكن مع تطور الأحداث ومع ازدياد عمليات الإبادة الجماعية في غزة تغير الموقف الفرنسي وكانت فرنسا يمكن من البلاد الأولى التي طالبت بإيقاف الحرب والتوقف عن المجازر التي تحدث في قطاع غزة أيضا هناك مواقف كثيرة داخل أوروبا تطورت وتغيرت مع الوقت ومع تطور الأحداث في غزة لأن هناك الحقيقة مواقف كثيرة جدا سواء داخلية أو خارجية على سبيل المثال فرنسا كان داخلها كان هناك قوانين لمنع التزاق قرارات لمنع المظاهرات ولكن المظاهرات خرجت وكانت حاشدة وقوية مما جعل تمتشر حالات داخل فرنسا من كراهية وغيره أيضا هناك تزمر في الدبلوماسية الفرنسية وشفنا أنه عدد من سفراء فرنسا في المنطقة أرسلوا رسائل غاضبة للرئيس الفرنسي ومن ثم تغير الموقف الفرنسي إلى حد كبير الموقف الفرنسي يمكن البناء عليه لأنه بيدعو إلى إنهاء الحرب وإلى حل الدولتين حل الدولتين هو ما تطالب به الدول العربية وتطالب به المنطقة لأنه الصراع الحقيقة لا يمكن أن يهدأ ولا يمكن أن يتوقف إلا بحل الدولتين إلا أن يكون الفلسطينيين دولتهم المستقلة وفقا لحدود ما قبل خمسة يونيو سبعة وستين الدول الأوروبية لا تعارض ذلك لكن في الحقيقة هي تدعم إسرائيل بالسلاح وبالمعدات وبالمال وتدعمها علميا واستراتيجيا ده أدى إلى أنه إسرائيل تبقى يعني في المواقف اللي هي فيها حاليا لكن إسرائيل ظلت الحقيقة سبعة أشهر دون أن تحقق أي نتائج سوى التدمير الكامل والكل لإقضاع غزة والإبادة الجماعية والتهجير القصري للسكان كانت الدول الغربية تتوقع أنه إسرائيل تقضي على حماس في غضون شهر حتى الولايات المتحدة الأمريكية كانت تتوقع ذلك ومر الشهر ومرت سبعة أشهر ونحن في الشهر الثامن ولم تحقق إسرائيل هل تعتقد أن هذا هو السبب في لجوء حكومة بن يمين نتنياهو مجددا للجلوس على طاولة المفاوضات حتى يعني في حال عدم أيضا الآن تحديد موعد لاستئناف جولة المفاوضات ولكن هناك انفراجة تبدو من حيث قبول الجانب الإسرائيلي استئناف المفاوضات هل تعتقد أن الأسباب التي قمت بسردها حضرتك يعني تعد هي الأسباب الحقيقية وراء تغير الموقف الإسرائيلي بالإضافة أيضا إلى الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو يعني بالتأكيد أن الضغوط الدولية تؤتي سمارها والضغوط الداخلية أيضا تؤتي سمارها والفشل على أرض المعركة يؤتي سماره كل هذا ضيق الخناق على نتنياهو وعلى حكومته وجعل الخروج من هذا المأزق الخطير الذي وضعت نفسها إسرائيل فيه لا يمكن أن يأتي إلا عن طريق المفاوضات إسرائيل حشدت كل قواتها من أجل تحرير الرهائن أو الأسرة كما قالت ولم تستطع أن تحرر أحد بل حرارة جسس وهذه هي النتائج الطبيعية ماذا فعلت عندما دخلت برفع غير قتلت أعداد كبيرة وضخمة من الأبرياء نساء وأطفال وشيوخ لم تفعل أي شيء ماذا فعلت عندما سيطرت على المعبر من الجهة الفلسطينية زادت من المجاعة الموجودة في غزة زادت من حربها حرب التجويع على الشعب الفلسطيني ليس هناك مخرج للحكومة سوى التفاوض والتفاوض هو الحل الوحيد لإنهاء هذه المعركة التي تتورط فيها إسرائيل يوما بعد يوم وتصبح في عزلة وتصبح مدانة دوليا وتصبح يعني بين محكمة الجنايات وبين محكمة العدل الدولية والحقيقة هناك تراجع كبير وانكشاف للروايات الإسرائيلية بصورة لم نشهد لها مثيل من قبل كانت إسرائيل دائما أبدا تسرد روايات وعلى العالم أن يصدقها الآن العالم لا يصدق الروايات الإسرائيلية ويرى إسرائيل دولة تمارس إبادة جماعية وتمارس فصل عنصري وتمارس كل أنواع نعم طيب هل حضرتك ترى أن هناك سيكون تأثير حقيقي قد يكون سلبي فيما يتعلق بتباعد المواقف بين الدول الأوروبية وبين الولايات المتحدة على الجهة الأخرى وإسرائيل هل تعتقد أن هذا سوف يكون له أسباب وتبعات تضر باستمرار وضع خطة جديدة للتفاهمات؟ أم أن هذا لن يؤثر؟ يعني الكتلة الأوروبية إذا ما صح التعبير هل ستكون مؤثرة؟ الكتلة الأوروبية بالتأكيد مؤثرة لأنها كتلة ظلت داعمة لسنوات طويلة جدا لإسرائيل وهي من خلقت بإسرائيل وأوجدتها صحيح أنها أصبحت في الرعاية الأمريكية فيما بعد ذلك لكن هي كتلة مهمة المساعدات التي تقدمها أوروبا أوروبا اتخذت مواقف متقدمة إلى حد كبير جدا عندما نرى ألمانيا تقول أنها ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إذا أصدرت محكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقالهم دا يعني موقف متقدم جدا لأن ألمانيا دائما أبدا لديها مشكلة في التعامل مع إسرائيل هي مع إسرائيل إلى أبعد الحدود بسبب التهم السابقة للحرب العالمية التانية تهم يعني الهولوكوست وغيره الموقف الأوروبي أصبح موقف أكثر وضوحا أكثر قوة وده بيضع الجانب الأمريكي في حرج أمريكا على سبيل المثال كانت تقف ضد احتلال رفح ضد اقتحام رفح وحدث أنه الإسرائيلي لم يستجيبوا ودخلوا رفح الآن المحكمة توقف الحرب محكمة العدل الدولية توقف الحرب هل إسرائيل هل أمريكا ستستخدم الفيتو هذا أمر يضع أمريكا أمام موقف صعب جدا وصعب للغاية ماذا تتوقع في هذا الصدد حضرتك هل تعتقد أن تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في التعاطي مع المعطيات الحالية والواقع الحالي الذي فرض نفسه على الرغم من أنه مغاير لرغبة الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا رغبة الحكومة الإسرائيلية هل سوف تنصاع أو بتعبير آخر لن تنصاع ولكنها سوف تتماهى مع ما يحدث الآن أم أنها سوف تظل مصرة على موقفها وعلى دعمها لامشروط لتل أبيب حتى لو كانت تل أبيب قد وضعتها الآن في موقف محرج للغاية أمام العالم هناك إشكالية قانونية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم الجنائية الدولية لأنها ليست عضوا فيها إلا أنها عضو في محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الدولية قررتها نافذة وينبغي تطبقها إذا ذهبت إلى مجلس الأمن وهي في طريقها إلى مجلس الأمن ستكون الولايات المتحدة الأمريكية في موقف صعب جدا إذا استخدمت الفيتو سيكون فيتو غير أخلاقي والحقيقة يضع صورة أمريكا في حرج شديد أعتقد أن أمريكا لن تستخدم الفيتو لأن هذا الحكم أو هذا القرار يتماشى تماما مع رغبة أمريكا في عدم اقتحام رفح أو عدم احتلال رفح منذ البداية عرضت ومؤخرا وزير الخارجية الأمريكية قال أنه ما زالنا عند رأينا في التوسع في حال ونحن الآن الشهور تجري وسوف تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة الانتخابات الرئاسية في حال تغير هذه الإدارة الأمريكية كيف تتصور أن يكون الوضع في هذه الحالة هل سوف تتغير السياسة الأمريكية بأكملها أم أن هذه السياسة المتبعة تجاه تل أبيب سوف تستمر على نفس الوتيرة بنفس وجهات النظر بنفس الأدوات الإدارات الأمريكية المتعقبة بتعتبر إسرائيل وكيل لها في المنطقة هذا الجانب الجانب الآخر أن اللوبي الصهيوني اللوبي مؤثر للغاية في الانتخابات الأمريكية سواء انتخابات الكونجرس أو الانتخابات الرئاسية ومازال هذا التأثير طاغي الحقيقة وبيتحكم تحكم كبير في السياسة الأمريكية من الصعب أن نجد تغيراً تجاه إسرائيل يكاد يكون مستحيل لكن هناك أمور قانونية لا ينبغي أن تتجوزها للولايات المتحدة لأن هذا يهز صورتها كثيراً أمام العالم وأعتقد أن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن داخلياً وخارجياً مشكلات كبيرة لأن الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية لم يعد خاضعاً للرؤية الصهيونية لم يعد خاضعاً للإعلام الصهيوني تغير الرأي العام بصورة كبيرة وأكبر دلالة على ذلك نعم ولكن الإدارة التي تدير البلاد تخضع لهذه الرؤية التي تتحدث عنها الصهيونية ومما هو معروف أن اللوبي اليهودي هو الذي يقوم بتحريك السياسة الأمريكية من وراء الستار وهو من يدعم تل أبيب أيضاً في هذه الحالة هل ستكون الأمور على ما هي عليه أم من الممكن أن يتم أيضاً تغيير في بعض الاستراتيجيات ووجهات النظر أسلوب التعامل أو التعاطي مع الواقع الموجود حالياً يعني أؤيد ما قرحتي حضرتك تماماً هناك طبعاً تحكم كامل للصهيوني لكن هذا التحكم ليس أبدياً ودلالاته ما شاهدناه من مظاهرات في الجامعات الأمريكية التي تمثل العقل الأمريكي والتي تمثل المستقبل الأمريكي وهي أهم جامعات فيها العالم هي الجامعات التي تحتل المراكز الأولى على مستوى العالم وشفنا مطلب الطلاب كان متقدم جداً وهو فك الارتباط مع الشركات الإسرائيلية وممكن دالي أول مرة بنكتشف أن الجامعات لديها شركات واستثمارات اقتصادية في داخل إسرائيل وبالتالي التطور المزهل اللي بنشوفه في إسرائيل ناتج عن العلاقة الوضيدة مع الجامعات الأمريكية اللي هي أهم جامعات في العالم الموقف الأمريكي الشارع بيضغط وأظن أنه مع الوقت لكن مع وقت ممكن أن يطول ستغير لكن حتى الآن لا يوجد تغير في النظرة لهذا الصراع وأن يكون هناك عدالة في نظرة الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الصراع أعتقد أنه الصراعات الرأي اللي دفعت بترامب إلى الأمام يمكن أن يكون جزء منها تصويت عقابي ضد بايدن لأنه المواقف الإدارة الأمريكية الحالية مواقف غريبة لأنه شفنا تصريحات متنقضة ومتعارضة على سبيل المثال أنهم يقفوا ضد احتلال رفع واحتلوا رفع ولمجرد أنهم منعوا شحنة قنابل من ذات الثقل الكبير يعني هاجت الدنيا وإسرائيل اعترضت المحكمة الجنائية الحقيقة تتعرض لحملة شرسة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الكونجرس الأمريكي هناك تأهديدات صريحة لقضاة المحكمة في سابقة خطيرة من الولايات المتحدة الأمريكية أنهم يفترض أنها دولة قانون ودولة مؤسسات على الأقل حتى لو لم تكن عضوا في هذه المحكمة ينبغي أن تحترق محكم القضاء سواء كانت قضاء دولي أو حتى قضاء الدول هل عندما تطرح دولة المؤسسات أو الولايات المتحدة الأمريكية ليست كإدارات متعاقبة وإنما كرؤية راسخة للدولة نفسها للولايات المتحدة الأمريكية هل عندما تطرح رؤى واستراتيجيات وخطط تتعلق بها وبمنطقة الشرق الأوسط والعالم هل هذه الخطط تعد خطط صماء أم أنها من الممكن أن يتم تغييرها عندما تحدث تغيرات في العالم وخاصة أن التغيرات متسارعة مستجدات لأن الأمر هل يتعملون معه بطريقة صماء بطريقة يشبوها الجمود مثلا الحقيقة أنه الولايات المتحدة الأمريكية عندما نتحدث عن العلاقة بينها وبين إسرائيل تبدو لنا الأمور وكأنه إسرائيل هي التي تحكم أمريكا وليست أمريكا هي التي تحكم إسرائيل هذه النقطة مهمة حتى الإعلام الأمريكي في أوقات كثيرة جدا بيكون مصخر للرؤية الإسرائيلية معروف تاريخيا أنه هناك تحكم من الصهيونية في الإعلام الأمريكي دائما أبدا هناك توجه والإعلام الأمريكي تحت ضغط هذا التوجه يقع في أخطاء مهنية فادحة يفترض أنه على الأقل خالص لا يقع فيها مثل هذه الأخطاء حتى لو كان عنده توجه ما أو وجهة نظر ما لكنه يقع في أخطاء فادحة من أجل الاستجابة للضغوط التي تمارس عليه الشارع الأمريكي الآن مختلف وده اللي ممكن يتم الرهان عليه في المستقبل أنه يعني وجهة نظر أمريكا أو دورها في المنطقة وفي غير المنطقة يمكن أن يكون دور أفضل كثيرا يعني هذه التدخلات الكبيرة وهذا الدعم اللامتناهي والمستمر بالعتاد والمال وكل شيء يمكن أنه يتراجع في السنوات المقبلة لكن في اللحظة الرهنة لا هذا الرئيس ولا ذاك الرئيس أو هذه الإدارة أو تلك الإدارة يمكن أن تكون مختلفة شكرا لحضرتك شكرا جزيلا كنت معي من القاهرة الكاتب الصحفي علي السيد شكرا لحضرتك وحول تدعيات قرار محكمة العدل الدولية ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمود الخربشة وزير الدولة الأردنية السابق للشؤون القانونية مرحبا بك دكتور دكتور كيف قرأت إذن محكمة العدل الدولية في قراراتها كيف قرأت هذه القرارات الخاصة بوقف إسرائيل عملياتها في رفح الفلسطينية وكيف سيساهم ذلك أيضا نوجة نظرك في حال حالة الأزمة في غزة شكرا ستي يعني الحقيقة هذا القرار قرار غير مسبوك وقرار ولو إنه جاء متأخرا لكنه يحقق العدالة ويؤكد أن هناك من ينشد العدالة على امتداد مساحات العالم بغض النظر عن العنجهية وكافة اللغات الأخرى التي تم استخدامها من كبير الكيان الصهيوني الحقيقة هذا يؤكد أن محكمة العدل الدولية لديها من الأدل ما يكفي أن غزة قد ارتكبت فيها حرب إبادة جماعية وتم تدمير 70% من منية التعتيق نعم معك دكتور هل ما زلت تسمعني؟ يعني على ما يبدو بالفعل أن هذه الأحكام دكتور ستكون ضغطة بشكل كبير على الحكومة الإسرائيلية وربما تكون نقطة تحول في المستقبل القريب لأننا نرى بعض التغيرات حقيقة في الموقف الحالي الإسرائيلي وخاصة فيما يتعلق بالعودة إلى التفاوض على الرغم أن لا يوجد إلى الآن لا يوجد موعد محدد للعودة للجروس على مائدة المفاوضات أو استئناف المفاوضات بشأن تبادل الأسرة والمحتجزين إلا أن هناك انفتاحا من قبل الحكومة الإسرائيلية اسمحني دكتور يعني يوجد خبر عاجل الآن أيضا على الهواء نقلا عن نائب المستشار الألماني بأن إسرائيل قد تجاوزت كل الحدود وأن المجاعة ومعاناة الفلسطينيين والهجمات أيضا في قطاع غزة تتعارض مع القانون الدولي ربما هذا يعد أيضا من الأثار الإيجابية التي تركتها الأحكام والمواقف الدولية في الفترة السابقة هل تسمعني ما زلت دكتور؟ نعم 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 طيب تستطيع أن تستكمل حديثك ونود الحديث أيضا عن الإجراءات القانونية التالية لقرارات المحكمة يعني عندما تأمر المحكمة بوقف الحرب هذا يؤكد أن هناك مجازر وإبادة جماعية قد ارتكبت وأن هناك من الأدل ما يكفي للإدانة هذه ناحية ناحية الثانية أيضا عندما تأمر المحكمة أن يتم فتح الطريق وفتح معبر رفح لإدخال الإمدادات والإغاثة الإنسانية والدوائية والغذائية والكسائية أيضا هذا يؤكد أن هناك حالة عصار خلافا لأحكام القانون الدولي وخلافا لأحكام اتفاقيات جينيب وتحديدا لاتفاقيات الرابعة ولمثاق الأمم المتحدة وأيضا عندما تأمر المحكمة بضرورة السماح لأي لجنة تقصي حقاك أو لجنة تحقيق بالدخول لكي تحقق فيما إذا كان هناك حرب إبادة جماعية أو مجازر قد ارتكبت هذا يؤكد أن محكمة العدل الدولي كجهاز تابع للأمم المتحدة يطلب تحقيق العدالة ويؤكد أن هذه المخالفات وهذا القرار لم يأتي اعتبارا نعم ولكن يعني العكز المجتمع الدولي بكل أسف يؤثر على قرار محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بمسار المقاضاء وأيضا يعني يشكك في مصدقية هذا النظام العالمي يعني كيف ترى هذا الأمر؟ يعني صحيح صحيح أن النظام العالمي على المحك والآن لابد أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذا القرار خاصة أن هذا القرار صادر عن أعلى مرجعية قضائية تابعة للأمم المتحدة وبالتالي هذه المحكمة تتمتع بدرجة كبيرة من النزاهة والحياد والاستقلالية وبالتالي الآن أصبحت مسؤولية المجتمع الدولي كاملا ومسؤولية الهيئة الأمم المتحدة وتحديدا الجمعية العامة ومجلس الأمن أصبحت على المحك بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذ هذا القرار وإلا سيبطل أو لن يكون هناك أي معنى لكافة القرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية أو عن الجناية الدولية وغيرها من الهيئات الدولية القضائية وهذا طبعا سيؤثر على السلم والأمن العالمي وسيترك أثار سلبية وضارة على المجتمع الدولي بحيث أن لغة العنف والقوة ومخالفة القانون هي التي تسود ويكون هناك مكياسين ومكيالين للتعامل مع قضاء العالم فيما يتعلق بالمكيالين الآن إلى أي مدى ترى بأن أزمة غزة وحرب غزة والإبادة الجماعية التي تمارس على غزة إلى أي مدى ترى أنها كاشفة لحقيقة المجتمع الدولي لحقيقة المنظمات والمؤسسات الدولية التي أنشئت من المفترض لتدعم القانون وتقوم بإرساء العدالة وحماية حقوق الإنسان وقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل هذه المسميات التي تبدو كبيرة جدا إلى أي مدى تم كشف الحقائق وكشف الستار عن هذه المؤسسات والمنظمات وكيفية التعامل معها بالزواجية في المعايير من قبل الدول العظمى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية يعني الحقيقة قرار محكمة العدل الدولي الخاص برفع والذي جاء بناء على طلب حكومة جنوب أفريقيا يؤكد أن المستوى الدولي كما قلت ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على المحك باعتبار أن مجلس الأمن هو الجهة المعنية بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإذا اختل السلم والأمن الدولي في أي منطقة من العالم بحيث يؤثر على السلم والأمن الدوليين في كافة مناطق العالم هذا يستدعي أن يتحرك مجلس الأمن وأن يضع حدا لكل المخالفات ولكل المجازر المرتكبة ولو اضطر إلى استعمال القوة لأن الفصل السابع من ميثاك الأمم المتحدة يعطي لمجلس الأمن صلاحية اتخاذ كافة التدابير اللازمة بما فيها صلاحية تعمال القوات لكي يحافظ على السلم والأمن الدوليين الحقيقة القرار كشف الكثير من الأخطاء والسلبيات في التعاطي مع القضية الفلسطينية وتحديدا مع قضية غزة وبالتالي هذا كشف زيف الادعاة وكشف أيضا وجود معايير مزدوجة ومقاييس مختلفة عندما يتعلق الأمر بإسرائيل يختلف عندما يتعلق الأمر بغزة أو بأهلها وبالتالي المجتمع التفايل الآن على المعادة ومجتم أن يكون أن يعمل على تنفيذ هذا القرار سهيح دكتور إلى أي مدى يؤثر من وجهة نظرك اعتراف إسبانيا، نرويج، آيرلندا إلى أي مدى يؤثر اعترافهم بدوية فلسطين على حظوظ الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعني الحقيقة سبق وكان هناك 123 دولة من 194 قد وافقت على الاعتراب بدولة فلسطين ولكن كما تذكرين أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد استخدمت النقض أو الفيتو في مجلس الأمن مما أعاقص طار هذا القرار الآن الحقيقة الأمور وضعت على المحك وبعد أن تكشفت كافة الجوانب والحقائق أصبح المجتمعات والمجتمع الدولي على المحك أيضا بأن يتخذ القرار المناسب بما يحقق العدالة للشعب الفلسطيني الشعب الفلسطيني هناك قرارات أممية 242338 وهناك قرار سابق أيضا 194 لم يتم تنفيذها وهذه القرارات تؤكد على حق الشعب الفلسطيني بيقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وبالتالي المجتمع الدولي وكل من لديه ضمير أو أخلاق أو إحساس بالعدالة يفترض أن يناصر الشعب الفلسطيني وأن يناصر غجة وصولا لإنهاء العدوان وإنهاء حالة الحرب والإبادة ووصولا أيضا إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه نعم يعني بالفعل دكتور يجب الانتصار للإنسانية والقانون خاصة إذا هذه المقتلة الكبيرة المثيرة لشمئزاز حقيقة التي تحدث في غزة الاتحاد الأوروبي طيب دكتور يدرس إمكانية إرسال بعثة حدودية إلى رفح وكذلك القمة العربية في البحرين اقترحت بعثة أممية أيضا يعني أن يتم إرسال بعثة أممية ما هي إمكانية تطبيق ذلك وما هو المأمول أيضا في حال نشرها؟ يعني أنا أعتقد أن قرار محكمة العدل الدولية قد فتح الطريق واسعا للاتحاد الأوروبي والدول العربية أيضا التي عليها أن تقف إلى جانب الحق الفلسطيني وبالتالي حتى أمام العالم هناك آفاق جديدة قد تم الإشارة إليها من خلال قرار محكمة العدل الدولية وأيضا ورد بحيثيات القرار أنه قد يكون هناك بعض الدلال والأدلة التي يمكن أن تؤكد وجود إبادة جماعية وحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني وهناك أيضا ما يؤكد كما أشرت قبل قليل أن هناك أكثر من 70% من البنية التحتية للشعب الفلسطيني قد تم تدميرها ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه لا بد أن يكون هناك قرار دولي وإجماع أممي بضرورة دعم الشعب الفلسطيني وإنها حالة المعاناة والإرهاب التي تمارس خاصة أن معظم الذين استشهدوا من أبناء الشعب الفلسطيني هم من النساء والأطفال والشيوخ والذين لا علاقة لهم لا بالحرب ولا علاقة لهم بسبعة أكتوبر أو لا يدفعون ثمن نعم دكتور وصلت الفكرة وعلى ما يبدو أن الاتصال أيضا تعذر في نهاية اللقاء أشكرك شكرا جزيلا كنت معي من عمان الدكتور محمود الخربشة وزير الدولة الأردنية السابق للشؤون القانونية اضطر الألاف من الفلسطينيين إلى النزوح مجددا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة ويجدوا هؤلاء الفارين من تجدد القصف الإسرائيلي على المخيم يجدون الصعوبة حقيقة في الوصول إلى مكان آمن خطا كتبت عليهم إلى حيث تحملهم أقدامهم أو ما يجدون من مركبات أو دواب قد تهون عليهم المسير إلى أين يتجهون؟ سؤال يظل يتردد في أذهانهم طوال الرحلة التي لا يعرفون متى ستكون نهايتها جماعات وفرادة رجال ونساء وأطفال فلسطينيون يفرون عبر شوارع مدينة جباليا في شمال غزة الذي تمتره قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيرانها برا وبحرا وجوا خلال شهور من العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وسط مباني سوئت بالأرض وأخرى أركلت النيران واجهاتها يتحركون إلى حيث لا أمان لا في شمال غزة ولا في جنوبها فوق رؤوسهم وعلى أكتافهم يحملون أمتعتهم إن استطاعوا فقد دب الوهن في أكسادهم فلا طعام ولا شراب ولا دواء ولا مأوى أبطوا علينا واستشهدوا والأطفال ماتوا اضطرنا نجرل ونشرط هاينا طالعين على البحر هايك عفيظ الله لا في دار ولا في مأوى ولا في أكل ولا شرب ولا مي ولا حاجة معنا لو يجلال تريد حسب الأمم المتحدة فإن أكثر من مائة ألف شخص فروا من شمال قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة مع استمرار القصف الإسرائيلي الذي لم يبك حجرا على حجر وإصرار الاحتلال على استهداف أشكال الحياة في المنطقة وينضم إلينا من واشنطن الدكتور حسن منمنى الكاتب والباحث السياسي ومن رامالة الدكتور رمزي عودة مدير وحدة الأبحاث بمعهد فلسطين أهلا بكما البداية معك دكتور حسن ما هي قراءتك إذن لمدارف الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس من نظره الأمريكي جو بايدن وكان حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة سيدتي الكريمة بغض النظر عن تفاصيل الاتصال الموقف الأمريكي من مصر كان ولا يزال واضحا فيما يتعلق بقضية غزة في الحرب الدائرة في غزة بغض النظر عن تصريح الرئيس الأمريكي بذلك فإن الرغبة الأمريكية كانت بأن تسمح مصر للغزويين بالدهول إلى سيناء وهذا ما ترفضه مصر رفضا قاطعا وبالتالي نجد بأن الكثير من المحاولات هي لإيجاد السبل للتحضير لذلك بشكل أو بآخر نعم الهدف المعلن هو الإغاثة وهو توفير الدعم المادي للغزويين في غزة ولكن علينا أن لا نهمل هذا الجانب على الإطلاق رغم إصرار المصري على رفض ذلك لما فيه تصفية للقضية الفلسطينية ولكن علينا أن ندرك بأن القراءة الأمريكية كانت ولا تزال بأن التدمير الممنهج للقطاع والذي علي أن أشير بأنها هي التي مولته وهي التي مكنته وهي التي قدمت السلاح لتحقيقه يجعل من الكارثة الإنسانية في غزة غير قابلة للمعالجة موضعيا أي لابد من وسائل أخرى لذلك رأينا تلك المحاولة التي هي أشبه بالمسرحية فيما يتعلق بالميناء البحري والذي ثبت بأنه لا جدوى منه كما كانت المحاولات السابقة التي أقدمت عليها الولايات المتحدة الإغاثة جوا من خلال رمي المساعدات في حين أن الولايات المتحدة قادرة على إلزام إسرائيل بإدخال المساعدات ولكن هذه النية ليست هنا إذن علينا أن نكون دائما على قدر من الريبة في أي محاولة أمريكية للتوصل مع مصر لأنها تسعى في نهاية المطاف إلى تليين الموقف المصري نعم يعني حضرتك حقيقة أوجست بالفعل المضمون في جمل مختصرة ولكنها توجز فعلا المحاولات التهجير إلى سيناء ومحاولات الإسرائيلية للقضاء على البنية التحتية لغزة حتى تكون مكان غير صالح للحياة الأدمية وبالتالي لا يكون هناك مفر من مسألة التهجير بالنسبة للغزاويين الآن إليك إلى رمالة دكتور رمزي دكتور رمزي يعني مجهودات مصر لا تتوقف لإدخال المساعدات للقطاع ولكن نتنياهو يواصل التعاند ما هي دلالات الاتفاق الذي تحدثنا عنه الآن دكتور حسن معي وأيضا خاصة أنه يتعلق بإدخال الوقود ولو بشكل مؤقت عن طريق معبر كرم أبو سالم أصبح أولا مساء الخير أصبح من المستحيل أنه يدخل مساعدات من معبر رفح البديل الأكثر منطقية هو كرم أبو سالم طبعا زداد الضغط الدولي على إسرائيل وخاصة الضغط الأمريكي بغض النظر عن نواي الولايات المتحدة ولكن الولايات المتحدة لا تريد أن يظهر أمام العالم فكرة تجويع سكان قطاع غزة والقطاع الأدوية فالتالي هنا قد أفط على إسرائيل لفتح المعبر على الأقل للإمدادات الريدائية للأدوية للوقود للمستشفيات إلى خره من قضايا وقد أنه إسرائيل حتى في قطاع غزة تعيش في مأزة مهم جدا أولا سياستها في التهجير كما تفضل زميلي وضيفك الكريم بقت بالفشل حتى مع وجود الضغوط الأمريكية وكذا كانت مصر وقفت سد المنيعا أمام كل سياسات التهجير وهذا موقف تاريخي تشكر عليه مصر وتبجل عليه لأنه كانت اتجاه أونية إسرائيل منذ بداية العدوان هو تهجير سكان غزة إلى سيناء وجعل غزة منطقة فارغة من السكان من أجل إعادة الاستفاد لكن الإشكالية الأساسية اليوم اللي احنا بنعاني منها أنه لا توجد صيقة سياسية ما بعد العدوان يعني بعض الزملاء أسمعها بداية نهاية الاحتلال في قطاع غزة ولكن ما هو شكل اليوم التالي ما بعد العدوان ما هو شكل العلاقة مع الدول الإقليمية ما هو شكل إدارة الحكم في قطاع غزة كل هذه الأسئلة إسرائيل تحاول التهرب منها اليوم الموضلة الأساسية أمام العالم هو عدم وجود مجاعة في قطاع غزة التهرب بالفعل الدكتور رمزي هي عنوان ما يفعله الجانب الإسرائيلي وحكومة الاحتلال وهنا نطرح تساؤل دكتور حسن حول الرغبة الحقيقية والإرادة السياسية الحقيقية أيضا فيما يتعلق بالعودة إلى المفاوضات وعقد اتفاقات تتعلق بتبادل الأسرة وبإنهاء هذه الأزمة الإنسانية هل توجد رغبة حقيقية لدى الجانب الإسرائيلي؟ هل توجد إرادة لتنفيذ هذه الرغبة؟ أم هي مجرد منورات؟ هي منورات طبعا ليست رغبة حقيقية لأن المطلب الإسرائيلي الثابت والدائم في أي مفاوضات هي بأن تستسلم حماس أي أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار لتاحة المجال أمام إطلاق صراح الأسرة ومن بعدها تعاود إسرائيل مهمة القضاء على حماس وهذه مهمة فاشلة ولكنها ناجحة في هدفها الضمني وهو المزيد من الإمعان بالتدمير الممنهج لقطاع غزة لنفي أسباب الحياة عنهم فيما أن موقف حماس موقف الفصائل المقاومة هو واضح نوافق على إطلاق صراح الأسرة في حال توقفت الحرب بشكل نهائي وهذا بالنسبة لإسرائيل هو استسلام لإسرائيل وبالتالي لا يمكن أن يحدث وبالتالي كل المفاوضات منذ أن ابتدأت هي مسعى استمهالي لا أكثر أي أن الولايات المتحدة من خلال المفاوضات ومن خلال إقناع الشركاء العرب بأنه ثمت جدوى بأنه قد تصل إلى إقناع إسرائيل بإيقاف الحرب كل هذا الهدف منه كان إطلاق المجال أمام المزيد من الوقت لكي تتمكن إسرائيل من الإنجاز وأشدد هنا على أن الإنجاز ليس إطلاق صراح الأسرة وليس القضاء على حماس لأنها عاجزة عن ذلك ولكن الإنجاز هو بضمان أن لا يكون قطاع غزة صالحا للحياة وهذا ما يستمر إلى اليوم أما فيما يتعلق بالجانب الآخر من المفاوضات وهي مثلا إغراء إسرائيل المفترض بالتطبيع مقابل وقف إطلاق النار علينا أن نلاحظ هنا بأن موقف المملكة العربية السعودية كان في بداية هذه المواجهة في بداية هذه الحرب على غزة كان بأن الاعتراف بأن التطبيع مع إسرائيل يتم عند قيام الدولة الفلسطينية جرى تلين هذا الموقف أمريكيا ليصبح مسار موثوق لتحقيق دولة فلسطينية ويوم الأمريكيون يتبجحون هنا في الولايات المتحدة بأنهم تمكنوا حتى من تبديل هذه المعادلة لأن تكون مقايدة وقف إطلاق النار بالتطبيع مع إسرائيل فيما نتنياهو يصر على أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو التطبيع مقابل التطبيع أي تطبعون ونحن نفعل ما نشاء وهذا هو موطن الخلاف اليوم إذا كان ثمت خلاف بين واشنطن وتل أبيب هي بأن واشنطن تريد بالفعل إيجاد صيغة لإنهاء الحرب لكي تضمن التطبيع لكي تضمن دفع السعودية باتجاه التطبيع دون حديث عن فلسطين ودولة فلسطينية في حين أن نتنياهو يصر بأنه يريد التطبيع ولكن هذا التطبيع دون شروط ودون قيود ودون مقابل أي التطبيع مقابل التطبيع إذن الخلاف ليس خلافا جديا بين واشنطن وتل أبيب هو خلاف بالأسلوب هو خلاف بالجزيات في علاية التعامل مع ما يحدث دكتور نعم الموقف الأمريكي هو استمهال العالم استمهال الطرف العربي من أجل إتاحة المجال أمام إسرائيل لإنجاز ما تريده تمام طيب دكتور رمزي الآن الفصائل الفلسطينية طلبت بتطبيق قرارات العدل الدولية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح وإعادة تشغيل المعبر باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا كيف تقرأ إذن المشهد ومتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياتي ويساهم في وقف تلك المعاناة وبالتالي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإن كان يعني نقلا عن مواطنين في غزة يقولون نحن لا نريد المساعدات الإنسانية نحن نريد إيقاف هذه الحرب فكيف ترى هذا الأمر يعني أولا المنظمة التحرير رحبت في قرارات العدل الدولية وأيضا رحبت في قيام المداعي العام الجنات الدولية بتحريك ملف جلب واعتقال نتنياهو وقلت وبالتالي إحنا موقفنا كمنظمة التحرير واضح موقف القيادة الفلسطينية واضح أولا لا أحد يريد إزالة عب الاحتلال عن الاحتلال نفسه إسرائيل هي التي قامت بتشريد شعب غزة إسرائيل هي التي قامت بقتل المدنيين والأطفال إسرائيل هي التي دمرت المستشفيات هي التي احتلت مع ضرفة إذن على إسرائيل أن تتحمل مسؤولياتها كدولة محتلة هذه نقطة مقبولة اثنين حتى موضوع القمة العربية التي حدثت في البحرين وطالبت بوجود قوة عربية كلنا نعرف أن هذه القوة العربية أو الدولية القوة العربية الدولية التي يمكن أن تتواجد في قطاع غزة لا يمكن أن تقوم بدورها سواء حتى الإنسانية والسياسية وهو سبب وجود الاحتلال الاحتلال يريد من الدول العربية والمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وهو يستمر في احتلال أراضي الفلسطينية ويستمر في احتلال قطاع غزة إذن يجب أن نكون متنبهين كفلسطينيين وكعرب وحتى كمناصر القضية الفلسطينية والعديد من الدول أن إسرائيل تتقد حتى الآن إلى صيغة لليوم التالي بعد العدوان وبالتالي هي تريد أن تورطنا جميعا بحيتيات هذا اليوم تورطنا بتقديم المساعدات وإلى آخرهم القضايا وهي ما تزال تحت القطاع غزة ولا تريد أن تقدم تنازلات هي تريد إعادة احتلال قطاع غزة لا تريد الاعتراب بدولة فلسطينية لا تريد إعلان دولة فلسطينية تحت شعار منظمة التحرير وقال علم من تنياهو عندما قال لا أريد في غزة لا خمسستان ولا فتحستان ولا سلطة عباس ولا سلطة حماس هذا تحدث به علم وبالتالي هنا ما عدو الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعمل إبادة جماعية أمام الرأي العام الدولي ومع ذلك بغض النظر عن الاختلاف في تحليل وجهات النظر الأمريكي أنا أدرك أن الأمريكيين لهم أصلحة بالاستقرار يعني هم لا يريدوا أن يعطوا الضوء الأخطر لنتنياهو لأنه لو كانوا يريدوا ذلك يعني نتنياهو لتبجح أكثر من ذلك نتنياهو القضية الأساسية عنده اضطالت أمد الحرب هذه السياسة التي يتبعها ويجب أن نكون يعني يقضين من هذا الموضوع هو لأنه يفقد الأمسيغة ولكنه يريد أن يعود هنا إلى حكومته هو يدرك أن يعين بخبات مبكرة سوف تقول إلى حسارته فبالتالي هو يحمي نفسه من خلال إطالة أمد الحرب إذن هذه هي اللعبة التي ألعبها رئيس الوزراء الإسرائيلي دكتور رمزي وجميع المحللين والمراقبين قد اتفقوا على هذا الأمر وأن هذه هي الأسباب الحقيقية وراء الحرب وأن مسألة القضاء على حماس واسترداد المحتجزين وتبادل الأسرة وما إلى ذلك يعني ليست هي الأسباب الحقيقية وراء ما يحدث في غزة الآن وراء هذه الحرب والإبادة الجماعية إلى متى يستطيع أن يستمرها كذا في الحرب يعني إذا ما كان يريد إطالة أمد الحرب ما هي الحدود الفاصلة دكتور حسن التي من الممكن أن توقف هذه الحرب ما هي الوسائل الأخرى غير الضغط الأمريكي أو الضغط الأوروبي سيدتي الكريم أنا لا أعتبر بأن هناك ضغط أمريكي جدي الولايات المتحدة صوريا شكليا تتظاهر بالضغط ولكنها لا تمارس أي ضغط فعلي من خلال الأدوات المتاحة لها ولبل أكثر من ذلك الرئيس بايدن يبدو جليا بأنه قد قرر فعليا التضحية برئاسته من أجل دعم إسرائيل دواعي ذلك ليس هناك مبرر للدخول في تشريحه نفسيا وعقائديا إلى ما هناك ولكن أقول هذا هو الواقع ما يجري منذ ثمانية أشهر هو استمهال للعالم من جانب الولايات المتحدة تحت شعار أننا نحن من يهتم بالموضوع ونحن مستؤون من نتنياهو ونحن من سوف يلجم نتنياهو ونحن من سوف يصل إلى حال في حين أن كل ما يجري بشكل دائم هو إما للتنفيس أو للتمكين تنفيس الآخرين وتمكين إسرائيل وآخر فصل من هذه الفصول علينا أن لا نستهينا بذلك على الإطلاق هو قرار محكمة العدل الدولية لأن هذا القرار جاء بإضافة بسيطة من فاصلة واحدة في صلب الفقرة التي هي جوهر القرار أي الفقرة 50 فاصلة واحدة جعلت من هذا القرار حقيقة كذلك صوريا يشبه بمفاعله قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار لفترة محدودة من أجل إطلاق صراح الرهائن كما فسرته الإدارة الأمريكية حينها نحن اليوم أمام قرار يقول على إسرائيل أن توقف الأعمال الحربية في رفح التي تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين بعبارة من خلال إضافة هذه الفاصلة جعل أصبحت الأعمال الحربية ليس بالمطلق ولكن التي تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين ومن شأن إسرائيل أن تقول بأنه من خلال إرسال المساعدات ومن خلال ترحيل الفلسطينيين من رفحية لا تعمل على تدميرهم وبالتالي هذا القرار لا فعالية له هذا هو ما سوف يذكر في الأيام المقبلة بعد أن يترك المجال اليوم للابتهاج بهذا القرار من جانب الطرف المؤيد للفلسطينيين في حين أن إسرائيل التي تتظهر بالصدمة وبالمظلومية تقدم على ما تقدم عليه في الضفة لأن الضفة هي بيت القصيد مع كل التدمير الممنهج للقطاع يريدون إعادة استطان الضفة حيث كان هناك بعض المستوطنات غير الشرعية مع الإشارة إلى كل المستوطنات غير شرعية أتيح المجال لها الآن والمزيد من التصعيد يجري في الضفة علينا إذن هنا ألا نفترض بأن هناك ضغط أمريكي هادف إلى إيقاف هذه الهجمة الإسرائيلية لأنه بالفعل هناك تفاهم أمريكي بأن هذه الحرب التي تقضها إسرائيل هي حرب وجودية وبالتالي تسمح إسرائيل بما شاءت القيام به نعم الآن دكتور رمزي دكتور حسن يقول بأن الضفة هي الهدف وهل ترى إذا ما كانت بالفعل الضفة هي الهدف الحقيقي وهذا بالفعل ما يبدو من خلال المستوطنات كما تفضل بالذكر دكتور حسن هل ترى أن فكرة الإمعان في تخريب غزة الإمعان في القتل الإمعان في الهدم كلها ما هي إلا محاولات لتحويل الدفة وللفة الأنظار لغزة كي لا تكون هناك أراء تتعلق أيضا بما يحدث في الضفة طبعا الضفة هي الهدف الضفة الغربية والإسرائيليين والصهاينة يلهم فيها أطماع استراتيجية ودينية واضحة جدا وهذا يعني العملية الاستطان هي منذ ما قبل أوسنة ولكن ارتفعت وطرتها والآن استغلوا ما حدث في 7 أكتوبر وزادت حلثها الضفة على ما أطبق الضفة قلت استغلوا ما حدث في السابع من أكتوبر وهذا الأمر يطرح تساؤل لأن الكثيرين يتحدثون عنه أيضا في حال ما إذا كانت فصائل المقاومة لم تقوم بعمليات السابع من أكتوبر هل كانت الحكومة اليمينية المتطرفة سوف تقدم على فعلتها هذه وسوف تقوم بتنفيذ المخطط تحت أي بند أو سطار آخر وسريعا من فضلك دكتور رمزي دكتور رمزي هل سمعت السؤال يعني في حال لم تكن أحداث سبع أكتوبر هل ستتسمر الحكومة اليمينية في عملية الاستيطان إلى آخر ليس فقط الاستيطان ما يحدث في غزة إذا كان عندهم بالفعل رغبة في تهجير مواطني غزة إلى سيناء وإلى الأردن وإلى خارج غزة كيف كانوا سوف ينفذون هذه الخطة الكثيرون يتساءلون هذا التساؤل لا أشوفي صحيح أن هذا هدف إسرائيل استراتيجي لكن أحداث سبع أكتوبر ساعدت في تبرير هذا الهدف هذا الهدف قطير ومن الصعب قبوله أمام العالم ومن الصعب السيطرة عليه ومن الصعب حتى تعبات الجمهور والشارع الإسرائيلي عليه ولكن أحداث سبع أكتوبر سهلت قدرتهم على الانتقام من قطاع غزة ومن الضفة الغربية من الضفة الغربية أكثر من 8000 أسير فلسطيني هذا رقم قياسي طبعا خلال السبع شهور الماضية 500 شهيد تدمير مخيم طول كريم مخيم جنين مناطق شاسعة من نابلس رقمات متكررة حتى في وسط مدينة رمالة يوميا هواجز تغلق المدن بشكل تعسفي وكبير جدا الأسرة يعاملون بامتهان شديد جدا قتل استشهد أكثر من 10 أو 12 أسير فلسطيني منذ 7 من أكتوبر ترصمت أموال المقاصة لا توجد رواتب للخزانة الفلسطينية لا تستطيع دفع خطورة الرواتب بالتالي أنا أعتقد أنا أكثر ميلا أنه ما حدث في 7 أكتوبر أعطى الإسرائيليين وصهينة مبررا قويا لتنفيذ الطفات ولكن ربما كانت هناك نية مبيتة ولكن يعني جاءت الفرصة إليهم طيب الدكتور حسن ربما يكون من المبكر الحديث عن اليوم التالي للحرب وخطة اليوم التالي للحرب ولكن هناك تساؤل عن كافية النهوض بغزة مجددا كافية تأسيس غزة المدمرة المحطمة على هذا النحو مجددا فيما بعد انتهاء هذه الحرب إن شاء الله يعني من هو المسؤول عن هذا؟ كيف يمكن أن يتم هذا؟ وخاصة أنه يتطلب مسافة زمنية كبيرة جدا سنوات طويلة وأيضا ميزانيات ضخمة دعيني سيدتي الكريمة أن أربط الإجابة على هذا السؤال بتعليق على السؤال السابق من السابق لأوانه بالتأكيد محاولة قراءة تأثير ما جرى في السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي على مسار الخطة الإسرائيلية ولكن علينا أن لا نهمل على الإطلاع على أنه في الأدبيات الإسرائيلية لبل في النقاش السياسي الإسرائيلي كان هناك بالفعل مساءلة شديدة للمشكلة الوجودية التي تعني منها إسرائيل نعم سريعا دكتور حسن من فضلك نعم ضمن فلسطين التاريخية عدد الفلسطينيين أصبح يفوق عدد الإسرائيليين اليهود وبالتالي كان لابد من عمل أن يكون طوفان الأقصى كان المبرر لا ينفي على الإطلاق بأن كان هناك خطط جارية على قدم والساق وإن على نار خفيفة إذن لك رأي آخر مغير للدكتور رمزي وإن كان هناك خواسم مشتركة بين الرأيين أشكركم شكرا جزيلا كنت معي من واشنطن الدكتور حسن منيمنى الكاتب والباحث السياسي وشكرا أيضا للدكتور رمزي عودة الذي كان معي من رمالة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال مشاهدين نلتقي على رأس الساعة